ما بك يا ابن الحق؟ أراجع ما فعلت معك لابد أني أخطأت في شيء وإلا لما فكرت بترك صحبتي ومن قال إني سأترك صحبتي؟ ألم تقل للتو إنك تريد أن تقال لدار أخرى؟ وهل تغادر المحبة الأفدة؟ عندما تغادر الأماكن؟ القلوب هي ما تجمعنا وليست الجدران فهمي دارك ملأ بالسياسيين ومريد الحكم وكله جدال لا نفع فيه وأنت تعلم أني لم أأتي إلى مصر من أجل هذا؟ ابقى في دارك يا شافعي ولن يقترب منك أحدهم أبداً لن يقترب مني أحدهم؟ يا رجل بقائي في دارك صامتاً يفسروا على أنه انحياز لهذا أو ذاك نعم، أنا أفهم السياسة والسياسيين صمتي عندهم له ثمن لا أريد أن يطولك أي أدا بسبب معقف أتخذه ألا تريد أني مرتاح البالي والنفسي؟ والله إذا أعمل ما يريح نفسك حتى وإن أصابني ذلك بالضيخ والغم اشترك في البقاط الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية